السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية راح نشوف اللقاء هذا كيف راح نتعامل مع الجوجل كلاسروم عشان نقدر نتواصل مع بعض الكترونيا وتغلب على مشكلة عدم القدرة على التواصل بطريقة سهلة مع الطلبة فاحنا راح نتعامل بالجوجل كلاسروم ونشوف الخدمة اللي بتقدمها جوجل في الموضوع هذا الان انا كاستاذ او كمحاضر عندي ثلاث صفوف انشاء الثلاث صفوف ثلاث اسماء مختلفة الان بعنيني اللي بعنيني في اللقاء هذا انه كيف الطالبة راح ينضموا للمجموعات هذا او يقدر ينضم للمجموعات هذا ويقدر يرفع لي اللي هم وركات او التعيينات اللي انا راح اعطيها للطلبة اه عشان انا اخش كااني طالب راح افتح جوجل المخفي. خلينا اسكر هادي. وراح اعبر اكتب دب الكلاسروم دود جوجل عشان اخش على الموقع تابعي. راح يطلب مني هنا تسجيل الدخول. راح اقول له بدي اسجل من خلال جوجل راح يطلب مني الايميل اللي راح اشترك فيه انا في الاصف تابعي هذا. هاي الايميل تابعي. هاي التالي. راح يتأكد من الجوال. طبعا ازا الامور عندكو بيش بيش عمو تصفح المخفي فالامور راح تبقى هينة. لكن هان طلب التسجيل تتأكد من الجوال عندي. هاي عصيت له نعم وعطيته الرقم اللي هو اربعة وثلاثين. اعتمدوا وراح يكمل معا. هيفتح لي صف او انا يعني كطالب دخلت ولقيت الصفحة هادي جوجل كلاسروم هي موجودة. الان راح اجي على اشارة زائد هو معلم لي انشاء اول صف لك او الانضمام اليه. انا كطالب ليش انشئ صف انا الصف. انا بيقول لك عبر رمز الصف. الرمز الصف هاد انا راح ابعت لك اياه او المفروض المحاضر راح ابعت لك اياه. انا راح اجيبه من الصفحة تبعتي. وراح يبقى هادا رقم مبعوت لك. مبعوت للطالب عشان يقدر ينضم اليه. لو رقم الطالب ما عندوش رقم هادا مش راح يقدر ينتمي او يلتحق بالصف تبعا. الان راح السك رقم الصف هانا واقول له انضمام. استنى شوية شوف ايش بدو يسوي. الان هاي ايجت الانضمام للصف ايجت تصميم الالعاب طلبة الدبلوم. اه هو اللي انا انشأته. وهي الاستاذ عمل لي هانا فيه او عمل لي واجبين. واجب رقم واحد واجب رقم اتنين. اذا انا الان التحقت في الصف اي حاجة ببعت لي اياه استاذ رياد او الاستاذ تبعي على الصفحة تبعته هو من هنا. تلقائيا انا هين عامل واجب واحد وواجب اتنين. تلقائيا هدولا اتنين اجوا على الصفحة تبعتي. الان النقطة الاخيرة والمهمة ان انا هان فيه عمل لك تعيين واحد تعيين اتنين بدي اياك تسلم لي الهوموركات يعني. فعشان اخش على الهومورك واسلمه راح اضغط على الهومورك الاول. وراح يجي للهومورك هنا. هنا انا ممكن اتحدث اي الواجب رقم واحد. وانا ممكن اتحدث مع الاستاذ تبعي والمحاضر تبعي من خلال اه التعليقات اللي اكتبها على المنطقة هذه. لكن لو انا حبيت اي 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 ابعد شغلي للمحاضر. لغاية التسليم الباقي مسالمه لغاية التسليم. اوكي. هو راح يجيكو بالطريقة هذه. راح يجي بالزبط بالطريقة هذه. الان انا لو بدي اسلم الشغل تبعي راح اقول هنا اضافة او انشاء. الهومورك بدي اسلمه كيف? ممكن اقول من جوجل درايف او من رابط ملف او من اللينك لملف معين. يعني لو انا محمل ملف على الانترنت ممكن احط اللينك هنا نتابعه. اسحب الملف هنا. ممكن اسحب الملف هنا احطه. اعود اعيد. اضافة ملف. هنا الملف. لو انا في عندي ملف على الجهاز تبعي على الكمبيوتر تبعي. ممكن المباشرة اسحب الملف وارميه على المنطق هذا så تم تحميله. تحميله. الخيار الثالث. الخيار التاني الرابط فانا ممكن انه احط الرابط. يعني اانسخ الرابط من من اي مكان بدي اياه من الموقع تبعي وحطه هنا. يعني لو انا محمل يشغل تبعي على جوجل درايف راح انسخ الرابط تبعي وحط رابط هنا او الخيار الثالث. الو هو جوجل درايف مباشرة من جوجل درايف يمكن هذا الخيار المفضل جوجل درايف راح يجي يقول لك تفضل حمل لي الملفات اللي عندك يا اما بختار ملف انا اريد محمله يا اما انا بحمل ملف على الجوجل درايف تبعي وبعدين بابعته للمحاضر تبعي اذا تم التحميل اذا انتهت العملية وحملت اي واحد من هدوك خلينا انا اجي حمل ايش موجود عندي اي ملف واختار اي صورة من اللي عندي سطح المكتب مسلا نختار اختار الصورة هده على افتراض طبعا انت ممكن تحمل لي ملف مضغوط او ما شابه اقول له ان لو سمحت تحمل لي الملف بعد ما حمل لي الملف بكتبها انا للمحاضر مسلا تم تم انجاز العمل وبكتب هنا تسليم لما انا اكتب تسليم نعم سلم لي الشغل تبعي هيك انا سلمت الهومورك تبعي للمحاضر راح يبين عندي المحاضر تبعي اه الشغل انا سلمت وهما ممكن نحط لي الدرجة لحالة طبعا الدرجة عندي هنا عليه عشر نقاط الهومورك هذا عليه عشر نقاط راح يبين كمان شوية قديش حطي لي الاستاذ اه قديش النقاط اللي حطي لي اياها هيك احنا شفنا كيف ممكن ندخل على اكلاس وممكن ان نسلم الهومورك تبعنا النقطة اللي بدي عاود ااكد عليها انه المحاضر تبعنا او المحاضر الاستاذ تبعك لازم بعتلك الرقم هاد عشان تقدر تخش على اللي هو انشأه ولو عبرت هانا رقم خطأ راح تروح على اكلاس تاني او يمكن ما تلاقيش الكلاس تبعتك هيك احنا بنكون اوجزنا الشغل تبعنا ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته